هنأ سموش خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخر للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة فريق مركز شباب المحرق بمناسبة تحقيقه لقب النسخة الخامسة لدور خالد بن حمد للمراكز الشبابية لكرة قدم الصلاة والذي نظمته وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لسموه هنأ سموشيخ خالد بن حمد الخليفة فريق الأولمبياد الخاص بمناسبة فوزه بلقب النسخة الثانية لدور خالد بن حمد لذوي الإعاقة لكرة قدم الصلاة بعد تغلبه في النهائي على الإعاقة الحركية بهدفين لهدف مؤكدا سموه أن تحقيق الفريقين بهذه النتيجة جاء عن جدارة واستحقاق بعد أن قدم لعب الفريقين مستويات ثابتة ومتميزة طيلة منافسات المسابقتين كما هنأ سموه فريق الإرادة لتحقيقه لقب دور خالد بن حمد للفتيات الذي يقام للمرة الأولى هذا العام إثر تغلبه في المباراة النهائية على الإصرار بأربعة أهداف دون رد جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي أنبى فيه سموه سعدة السيد هشام بن محمد الجودر وزير الشؤون الشباب والرياضة لتتويج الفريق الفائز بصالة مدينة خليفة الرياضية وذلك بحضور سعدة الشيخة حياة بن تعب العزيز الخليفة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيسة لجنة المرأة وأكد اسمه شيخ خالد إلى أن فريق المحرق يعد من الفريق القوية والمتميزة التي شاركت بدور خالد بن حمد في النسخ الماضية وكان منافسا حقيقيا على تحقيق النتائج الإيجابية فيه وهو ما اتضح جليا من خلال تحقيقه للقب هذه النسخة بالصورة التي تعكس جدية ورغبة لاعب الفريق في الظهور بالصورة المشرفة وتحقيق هذه النتيجة المتميزة إضافة إلى إعدادهم بالصورة المثالية لهذه المشاركة مشيرا سموه بإدارة مركز شباب المحرق التي استطاعت أن تبني فريقا قويا من الشباب وينافس على اللقب كما وأثنى سموه شيخ خالد بن حمد الخليفة على المستويات الكبيرة التي قدمها فريق شباب سند طيلة فترات الدوري وتأهله إلى المباراة النهائية ولعب مباراة قوية أمام فريق المحرق متمانيا سموه للفريق التوفيق والنجاح في النسخ المقبلة وحيا سموه العطاء السخي للاعبي الفريقين طيلة الفترات مشهيدا سموه بالمستوى المميز الذي قدمه نجوم الفريقين الذين عكسوا من خلاله الصورة الإيجابية في تقديم المستوى الرفيع في المنافسات منوها سموه بالروح الرياضية العالية التي خيمت على المباراة من خلال التزام لعب الفريقين باللعب النظيف وقال سموه إن التوجيهات بإقامة دوري لذوي الإعاقة لسنة الثانية جاءت حرصا على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة والتي لطالما كانت داعمة وحريصة على رعاية فائعة ذوي الإعاقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المجتمع البحريني معربا سموه عن ارتياحه الكبير لسير منافسات دور ذوي الإعاقة في نسخته الثانية ومهنئا فريق الأولمبياد الخاص بإحراز لقب النسخة الثانية وقال سموه إنما شهده دوري ذوي الإعاقة يعطي مؤشرا على النجاح الكبير الذي حققته وزارة شؤون الشباب والرياضة في استقطاب فريق ذوي الإعاقة بما يشكل تجمعا خاصا لهذه الفئة ووسط تنفس شريف وحماس وبالنسبة لدوري الفتيات عبر سموه عن فخره بثواجر العنصر النسائي في دوري هذا العام مؤكدا أن الفتاة البحرينية أثبتت وجودها وتمييزها في العديد من المجالات ومنها الجانب الرياضي وحققت إنجازات عديدة وصلت للعالمية وهنأ سموه فريق الإرادة لتحقيقه لقب النسخة الأولى كما أشيد بالمستويات المتميزة التي ظهر بها فريق الإصرار وتحقيقه للمركز الثاني وأشاد سموه شيخ خالد بن حمد الخليفة بالحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته منافسات هذا الحدث وخاصة المباراة النهائية والذين حرصوا على تشجيع فريقهما والوقوف إلى جانبهما في المباراة الختامية مؤكدا سموه أن الحضور الجماهيري كان متميزا وسندوا فريقهما منذ البداية إلى نهاية المباراة وكان ذلك من أسباب نجاح المهرجان الختامي وأبدى سموه ارتياحه التام من الروح الرياضية التي سادت منافسات هذا الملتقى الرياضي المميز والتي أكدت مدى ما يتمتع به شباب البحرين من مهارات عالية في كرة قدم الصلاة بالإضافة إلى الروح الحماسية التي رافقت المباراة النهائية والمستوى الفني العالي الذي قدمه الفريقان خلال المواجهة مؤكدا سموه أن ما شاهدته المباراة الختامية من مستويات متميزة وحضور جماهيري متميز ساهم في بروز المباراة النهائية بحلة جميلة ومغايرة مشيدا في الوقت ذاته بجهود وزارة شؤون الشباب والرياضة والرعاة والمساهمين وجمع اللجان العاملة لإنجاح الدوري ترجمة نانسي قنقر